من نسبة للطرق المغلقة جراء الثقلبات الجوية الأخيرة التي صادفتها تساقط كتيف للثلوج بالمناطق الوسطى للوطن والمناطق الشرقية لدينا عدة طرق مغلقة نذكر أهمها بولاية سجهراس لدينا الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين بلديتي أولاد الدريس وبوحجار مغلق بسبب ثراكم التلوج كذلك الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين بلديتي أولاد الدريس وعين الزانا أما بولاية جيجلف لدينا الطريق الولائي رقم 135 ألف بأولاد عسكر مغلق كذلك بولاية البويرا لدينا الطريق الوطني رقم 15 على مستوى منطقة كول تيروردا الطريق الوطني رقم 33 بالمنطقة المسمى إيكو كار بلديت بشلول إضافة إلى الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزين كولان ببلديت أسهريج بولاية تيزيوزو لدينا الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة أسول بلدية أيتبو مهدي الطريق الوطني رقم 15 على مستوى فجل تيروردا بلدية إيفرحون الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزين كولان بلدية إيبو دريرن أما الطرق الولائية فلدينا الطريق الولائي رقم 253 على مستوى فجل شلاطة بلدية إيليتن الطريق الولائي رقم 9 على مستوى فجل شلاطة بلدية إيلولا أمالو الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فجل شريعة بلدية بنزيكي جل هذه الطرق مغلقة بسبب تراكم التلوج أما بولاية قسنطينة فنعلم مستعملية طريق سياس شرق غرب بأن حركة المرور بالمنطقة المسمات جبل الوحش صعبة جدا إذن ننصح سواق مختلف أصناف المركبات بسلك الطريق الوطني رقم 5 عبر محول أصمارة هذا بالنسبة للمتجهين نحو ولاية قسنطينة أما بالنسبة للمتجهين نحو ولاية الجزائر العاصمة فضرورة سلك الطريق الوطني رقم 5 عبر محول زيغود يوسف